اهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم حلو الكلام مع منال اعمل ما تحب حتى تحب ما تعمل جملة بنسمحها من وإحنا صغيرين وكانت بتعدي علينا مرور الكرام بس فعلا في ناس خلوا هواياتهم اللي بيحبوها هي شغلهم علشان كده اتميزوا فيه وإحنا النهار ده معانا ضيف هو اسم بارس جدا في عالم السينما والدراما التلفزيوني يمكن كتير من المشاهدين ما يعرفوهوش بس هو جزء من نجاح أفلام كتير ورجعوا تترات الأفلام والمسلسلات ودوروا على الاسم ده هتشوفوه متكرر الاسم هو سيد سيمة أكبر مورد سيارات للسينما والدراما المصرية ومن كتر حب ولمهنة جمع العربيات عمل متحف للعربيات القديمة والمشهورة اللي شاركت في الأفلام خلونا نرحب بواحد من تاريخ السينما والدراما المصرية سيد سيمة بك عم سيد يا أهلا وسائل فاني عامل ايه؟ الحمد لله مش عارف أبتدي معاك منين ولا منين ولا منين؟ خلينا نرجع كده للبدايات عشان نعرف السيدة الجمهور بعم سيد والفكرة ابتدت عنده منين؟ الفكرة التي عندي أنا كان يعني بحب السلامة من الطفولة وبدأت وبحب العربيات بدأت طبعا حب في العربيات بدأت أجيب العربيات أحاوش من المصرور بتاعي بدأت أجيب عربية واثنين وثلاثة وأجيب العربيات وأصلحها بدأت أتعلم مكانيك عشان أنا العربية أحس أنها شغلت فيها وحبتها وبصلحها بنفسنا لا إنت بتحب السينما زي كل الأجيال بتاعت حضراتكم ده معروف إنما شرارت فكرة أن أنا أجيب عربية العربية الأولى أحكي لعن العربية الأولى اللي جبتها في حياتك كان نوحها إيه؟ وهل كنت جايبة علشان تركبها ولا جايبها بهدف أني أشغلها في السينما؟ أنا كنت جايبة حبا في العربيات القديمة بحب الحاجات الأنتيكة وأي حاجة أنتيكة حتى لو في الشوارع أريق الفلل والعمار الحاجات الحلوة على الزمان دي أحب أتفرج عليها أتفرج على الجمال الحاجات يصلي فيها متعة في الصناعة بتاعتها العربية دي بدأت أجيبها أنا جبتها أول عربية كانت عربية مدولة 34 شغلت في جميع الأعمال وموجودة قد دلوقتي معايا ما شاء الله والسينما كنت بخشها السينما بقرش ساق يعني كان بقرش ساق يعني كان بقرش ساق بعشة مليم كان بنخش سينما وكنت كيف سينما اليوود ديت اللي كان أستاذ فريق الشوئي بعد كده اشتراها اللي كان دائما تجيب أفلام تاعت فريق الشوئي كانت موجودة بتاعت أفلام كنت جيب تلت أفلام كان دائما نحبها دائما نخش السيمة اليوود دي وكان عندنا السايم برضو خبالك عندنا في الزتون كان سيمة زتون سيمة كوروباترا سيمة نهضة سيمة نادية كان فيه أربع سايم عندنا هناك في الحتر أما ساري القبن اللي أنا تربط فيها كان فيه سيمة اللي اسمها سيمة الفلوجة سيمة الفلوجة ديه كان كل يوم اتنين يطلع فريط حساب الله بتعمل دعاية بالتدريب في ساعة القبن ديه كلها بالفيلم الجديد كنت كده أنا كيف وكان لنا واحد قريبه كان شغال في السينما اللي هو السيمة الفلوجة وكنت أروح له عشان يدخلني أوفر الإساق وخش السيمة الأساق ده كان برضو كان ديه حاجة تانية خاصة من هنا بحبيت السينما والعربية مسبعين جنيه دي دخلتها ازاي تشترال في السينما بدأت بقى أكثر في عجل بتاعي وبدأت أجيب وبدأت طبعا خبارك مجهوم يشتغلوا لقوا العربيات كل واحد معها عربية عطلانة عربيتين عربية يعني ما فيش حد معاكمية عربيات غير أنا مجهوم يعملوا أعمال لقوا عندي أنا كمية عربيات بيشتغل بيها وبيصلح بيها موجودة عندي بدأت هما بيدوروا عليها وأنا بيدور عليهم كان نفسي أقولش السينما وبحب أتفرج على شوف الأفلام والحاجات الأفلام القديمة اللي فيها العربيات الحمد لله يا ربنا وفقني وبدأت أنا العجل بتاعي بدأ يظهر على الشاشة موجود برده أول فيلم عملته إيه عمي سيد بقى أول عربية أنا عملت مولد الدنيا بس كان فيها 3 أعمال مش فاكرهم قبل مولد الدنيا كانوا قديمة عندي عربية مرشيسة اللي هي كانت مركونا جوه الأبلاتور كبه دي كانت موجودة داد لأساس عشان طبعا هؤلاء الغنية كلها معمولة العربية والحنطور طبعا دي كانت أول عمل وكان فيها 3 أعملت قبل منها تاني وش أغلت بقى بقى أخبك شمس الزناتي واسلامة صاحبي أنا عايزة بتحكيلي بقى على متحف العربيات أنا رحت المدينة وفجأة ببص كده دي كانت أول علاقتي إن أنا أشوف ما شاء الله له أكبر شوية عربيات حلوين يعني موديلة عادة هتفرر عادة هتصور جنبهم يعني بقيت ما تديني عربية عم سايد طيب ماذا سادة هتيجي دلوقتي أي وقت تيجي تعادي سادتك هتقول لي انت جاية في عربات بقى هتعاملت بقى عربات عبر المختار عربات من سليني من كل دا جه يعني عربات أنا زادت حاجات حاجات يعني جند جدا بقى عمان اللغة الفيلم اللي عملنا بتاع 19-19 دا يعني يعني عربية تخرافها جند جدا قديمة أوي وإيه فكرة الفكرة جات لك منين على المتحف لك تعمل متحف عربيات كان الأستاذ المهندس عبدالله عمان حافظ طلب مني لأنا أجيب العباب بتاعتي كلها هو يعمل لي المظلة في المدينة الانتاج وأعمل لي المظلة فعلا وحديثتها بداية تجيب العربات بتاعتي وديتها المدينة واشكر مدينة الانتاج طبعا هم يوفروني مكان أحط العباب بتاعته في مدينة الانتاج طبعا ده مظلة سياحي نعم هم الليات ما بيكون كل الزيارة بتيجي بيروجه يعدوا على العربيات الفرقوا عليها ويتكلموا لي ويصوروا ويتمع حاجة دي كلها طبعا بس عوامل التعرية لأن المكان مفتوح مش خطر على العربيات بعد ذلك سألتك أنا طلبت منهم بقى يعملوا متحف بتذكرة يعني مكان يتقفل وحط في العربيات وتعمل التذكرة اللي عادي يخش يتفرخ حتى لو انتاج او خراق جاي برج نشوفها ايناق عربيات مش يجيب الحاجة ما يتفع التذكرة يبقى كله جماهير بتتفع التذكرة انتحطت فيه العربيات بقى الجزم العربيات طبعا مش يباين منها ايه الموديلات بس الموديلات قديمة باينة هي مباينة اه بس ايه اه 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 ودي برضو مجموعة اللي فيها برتقاني دي دي معمولة تاكس اسكندرية تاكس اسكندرية اه اه دي بقى حاجات تقامل انجليز وكده صح دي عابد الشخلول البيضة الاولينية دي عابد الشخلول المسادسة الشخلول دي علوه أشرب عباقي اه عملنا بيه اه وكادت المنتجة كانت اه الله يرحمها طبعا مجد الصباحي مجد الصباحي اه كده هي المنتجة الله يرحم اه فنانة كبيرة اه اه الله العربية السفرة دي ايه اللي تواعد في الترع اه 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 هي دي بس والاوتوموبيل اللي بره اخضر ده ايه مقربات صغير ده كان موديل كم دي دي من دول خباك اه تسعة وخمسين تسعة وخمسين اه ما عدناش ثلاثينات عشرينات لا فيه ما فيه اوه لا الله ده ليدا انت اللي سايق دي مش كده اه 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 احنا روح لجبناها من الصبرة من البيت بتاعها اللي كانت موجودة فيه زمان جبناها وجامع عربطين شرطة واحدة النحادي وعادة النحادي وبيت ماشي بالعربية وفيه مصور خاص جامل في الفرنسا بيصورها هو الموجود اللي هو ده بيصورها بيستغلوا عمي سايد كمان ويلابسوا التربوش والشنب عشان يصور العربيات لان مش اي حد بيعرف يصور العربيات دي عمي سايق دي ايه بقى؟ ما هي دي بقى يا عزة بقى دي عزة؟ هو طلب المخرج طلبها حمرة ففلم العيال هربت؟ اه اه طلبها حمرة عملت له حمرة اه ما كل مخرج بيطلب حاجة معينة بغاية عمي دهل فرن وتدهن اه اه ما هو دهنتو عملتها وشغلتها على كده اه وترمت وتدع وعدت 27 ممية في العربية ويحمد راني الصباحة؟ اه دي عابل صباح صباح؟ اه بتاعتي دي بتاعتي دي فاكر جبتها بكم دي عم سايد؟ بربعط شي قلب سنة كم جبتها؟ الله من يفاكر طب انا اشتريت ب15 دي موديل سنة كام؟ ديت من دولة تسعة وهو تسعة وخمسين تسعة وخمسين اه اشتريتها من صباح شخصيا ولا من لا لا من واحد كان اخذها من طباح وبعد كده اخذها منه اه ده تاريخ اه دي عابلت روش دابازة بتاعته برضه؟ اه بس انا عدد الوش التاحة الوش التاحة موجود اشتريتها بكام دي عم سايد؟ نعم اشتريتها بكام؟ انا خدتها من مكانيكي بتاعه هي العبية كانت مركونا عند مكانيكي اه دي عابلت روش دابازة دي كانت مركونا كانت وقف على مطور القصر وهو نقص حاجاته مش عافي جيبها وكانت مركونا عنده واحد اسم ابراهيم في بلد تحت بتاعت روش دابازة روش دابازة شبهه له وهو بحال انا خدتها منه واللي رشادنا عليها روش دابازة هو كنت انا بروح له الفندق من نهاوت اياما كان نجال له مرض الوحش وكلمت بورنيتا وهو اللي حكالي عليها قال لي عابلت بحتي في الحتة فان هي لو انت عادت اخذها اروح اخذها اشتريتها بس انا اتخذ اشتريتها من الرجل التان اللي هو المكانيكي وخدتها اي الصورة دي فين؟ والله ما انا فاكر انا عمالة افتكر دي لا 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 مش مشرف ده قبل كده بكتير ده حاجة كانت مسلسل قطاع خاص احنا كان روحنا بحورة هارون كمان مش كده زمان بحورة هارون روح نطورنا فيها زمان كده اه ممكن اه، بس مش شخصي وانا اصغنانة وضو طفل قرب يصور معانا في المسلسل اكيد وشاتك منتها امورة اربنا يباركلك عم سايد الله يباركلك انت راجل محترم الله يخليك ايه العزمة دي عم سايدة عندك عربيات ايه تاني بالمشاهير؟ كثيران عندي عربية اه أحد رقتي عندنا عربية صباح ورشدي أبازة ومين تاني قلناه؟ وعبيت عبد شامل اللي وصلت كده عنده وبعتها ليه؟ ومتعت عجلات اللي هي عمزة الطيارة دي اللي بعتها ليه؟ صاحبي قاعد يلح عليها انت ثارت لا يا عم سيد ده تارير ما فيها حاجات كده إجباري بتيجي كده تفتكر بعتها بكم؟ والله مش بالنق مش ناق والله ما شاء الله لا قوتها إلا بالله بعتها ب75 مش كتير يا عم سيد تعرف لو أنت النهار ده لو حبيت الشركة اللي أنت جيتها ده أنت تتبحها بملايين دولارات دي ألماني عربية ألماني طب يا عم سيد العبية دي كانت نازلة بخمسين جنيه للموظفين يدفع عشر جنيه وكل شهر يدفع جنيه بتخصي من المرتك بتاعها يا محلة الأيام زيارب بتعود تاني لا عم سيد ما تفردش في الحاجات دي تاني ما خلاص بقنا بحاول بقى بقى والنابلسي ومين تاني بقى؟ قول لي مين تاني من المشاهير؟ أمات حمد؟ أه عندي عربية هناك تمهى بولايموس موجودة في المدينة عندك حاجة الفريد لطرش عبد الحليم؟ تاعت فريد كنت هشتريها فعلاً أه كانت موجودة عندنا في جسد السويس عند واحد خارات كان واخدها كان برضو كان بأريبة ذريبة وكان عرضانها دي بألف ومتين جنيه أه أنا رحت الورصة وحبيت قلت لهم ألف جنيه هما عادين ألف ومتين جنيه رفضت قلت سيبها كنعة شوية هاخدها برضو ايه بالألف جنيه؟ طارت طبعاً بعد كده لقيت واحد جاي لبعد حوالي ثمان شهور تسعة شهور جاي بها وجاي بيباعها وبيعها حالي قالك كم بقى؟ أه جاي بيقول لي أنا عادها أبيع العبادة قلت لها عادت فيها كم؟ قلت لها عادت فيها سبعة تلاف جنيه قلت لها عبادة كانت بشريها بألف جنيه وهي كانت بألف ومتين قلت لما أنا جبت وصرفت عليها وعملتوا الحكاية ورها عرضت عليها ثلاث تلاف جنيه رفض بعد فترة سمحت بسنتين ولا حجم بحها بسبعة وعشرين ألف جنيه طبعاً يا عبد السيد دي حاجتك قلت لها عربية بتاع التفريد الاصر هل اشتريت عربيات لزعماء أو كده؟ يعني أنا ما عندي رئيس السادات عربيته كانت موجودة بصورة بتاعتها هنحاول ندرع عليها نحطها أما كان نفسي بأعندي عربية تاعت جنيه عبد النصر ما عنديش طبعاً أنا بحبه جداً طبعاً ما كانش حال لو دورنا هنلاقي عم سيد لا ما عنديش ما هنقدش ترج الأمر وجميل والحقيقة أنت اللي استحدثت الصناعة دي في السينما الحمد لله أو الشغلانة دي الحمد لله الشباب بقى الأجيال القادمة أبنائك بتعلموا الشغلانة وهيحافظوا عليها إن شاء الله أيمان ابني طبعاً هو اللي اهتم في التصوير بيطلع التصوير اللي بدأ يشير حملة عني أما ابني التاني الكبير ده مهندس كمبيوتر بيعين عن موضوع خالص لا لازم الأحفاد وأحفاد الأحفاد ينسكوا الرسول ده ربنا سهل بقى أيمان يبقى اللي معي عندي ابني تاني بقى اسم محمد ربنا سهل أيما بقى يخش مع أيمان إن شاء الله يسعد أي الصحة وتفرح بيهم واسمك يفضل موجود وهو موجود على التترات وهيفضل ويكبر نورتني عم سيد والله موسيطة قوي وهجيلك عشان أتصور مع كل العربيات الجميلة يعني شفتوا يا جماعة اللي بيحب حاجة بيبدع فيها يعني كلنا بنشوف اللي قدام الكاميرا إن ما نعرفش حاجة من الجنود المجهولة في نجاح أي عمل فني وعم يسيد سيمة من الجنود دول للأسف الوقت خلص دلوقتي عنطلع فاصل ونرجع نكمل بقى فقراتنا استنونا كل خطوة في القاهرة وراها حكاية بالذات القاهرة الإسلامية لأن فعلا الشوارع والحواري وحتى البيوت والمقابر والجوامع ليها ألف حكاية وحكاية ومنها حكايات ليها العجب لكن للأسف إحنا عندنا فقر في معرفة تاريخنا وكمان في أجيال كاملة ما تعرفش من القاهرة الإسلامية إلا شارع المعز لكن مؤخرا لفت انتباهي على السوشيال ميديا قناة وصفحة اسمها الممليك بيقدم فيها شاب باسم يوسف أسامة معلومات عن أماكن إسلامية ما كنتش عرفها أو أعرف حاجات بسيطة عنها عشان كده قررت أن يكون ضيفي في الفقرة دي أو اندرت شوية مع بعض عن تاريخنا المنسي وخلينا نبدأ بجملته المشهورة اركب أي حاجة مستيد عيش إيه يا يوسف إزايك؟ أهلا يا أستاذ عامل إيه منورنا إيه الجملة دي يا يوسف اللي بتبدأ بيها كل فقر؟ يعني سكنة في السحراوي يا روحي سيدة عيشة عشان أبدأ أتحرك لأي قطر؟ لازم طبعا هي بدأت الناس كانت بتسألني كانت بجد يعني اللي هو نروح المكان ده إزاي وظهرت أكتر في حلقة العز بن عبد السلام لأنها انتشرت في العالم كله وتشافت بالملايين فأنا كتبت إن أنا ركبت من السيدة عيشة ونزلت عند الجامع ده على الطريق وتمشيت دخلت جوه المقابر لغاية ما وصلت إلى المجبرات الشيخ العز بن عبد السلام أصحابي بعد شوية اللي بيعلقوا بقى طيب وعايزين نروح المكان ده برضو فأقولهم برضو إن أنا روحت من السيدة عيشة فكلهم في كل التعليقات أنا لاحظت إن أنا بكتب في كله وأنا بتكلم أنا مكنتش عارف هم اللي لفتوا انتباه أنت في كل حاجة هتقول لنا السيدة عيشة فأخدتها بقى كإفة أنت ساكن فين أساس؟ أنا ساكن في الفستاط قدام مضحف الحضارة آه قريب السيدة عيشة برضو قريب ده كمس دقايق بس هي فعلا السيدة عيشة هي مركز الآثار الإستماع في القاهرة أي لو أنا جاية من المهندسين مثلا هركب إيه؟ لو أنا جاية التحرير معروفة سهلة ماشا على حسب عايزة تروحي فين يعني أنا راحة النهاردة شارع المعزة يعني كل الناس عارفينه هركب من تحرير ماشي سهلة مش معقول هروح السيدة عيشة ولو رحنا من السيدة عيشة هي بقى أفضل والله؟ يعني هنعدي على الألعاة هناخد الألعاة في طريقنا وهنعدي على قرفة السيوتي وهنعدي على قرفة الممليك والمنطقة دي كلها هنشوفها هنعدي على حضركة الأزهر لأن لو مش أنا من صلاح سالم طبعا قولي حاجة؟ يعني في السيدة عيشة نقدر نروح لأي أثر إسلامي في القاهرة بسهولة جدا طب يا يوسف إيه اللي خليك تقرر تعمل محتوى عن الأثار الإسلامية؟ الفكرة جات لك منين؟ والله يا جات بالصدفة جات إن في ناس من أصدقائي كنا في جولة أنا عاملها بشرح الأصدقائي هم حتى عرضوا عليه قالوا لي أنت ممكن أنت درس أثار تيجي تشرح لنا الكلام ده بعد ما تخرجت من الجامعة لطول قلتولهم ماشي في حد من أصحابي صورني فيديو وأنا بشرح وأنا ما كنتش أعرض وراح هو عنده قناة على اليوتيوب راح هو رفعوا عنده ولقيت الفيديو ده هم شيروه أنا ما كنتش عايز أفتحه ما فتحتوش وما سمعتوش وكنت الآن إن أنا أفتحه علشان ما عنديش الثقة في نفسي لسه في الوقت ده اللي هو أول شرح لي وكده فالمهمة أنا فتحت فين بقى لما شفته بس من غير صوت يعني أنا شفت تعبيراتي وأنا بشرح ومندمج وكده قلت والله ده أنا إيجي منا حاجة كويات فين بقى لما سمعت صوتي لمدة دقيقة مثلا قلت تم ما أنا ممكن أعمل ده وإن أنا أنزل بقى مخصوص علشان أصور مش هتصور وقت الجولة أصور مقاطع معينة أو بعد كده تحط صوتك على البيت لا لا يعني أنا هصور في المكان بالموبايل عادي هجيب حد من أصحاب يصورني رحنا أول فيديو كان صعب جدا يعني عدناي يجي خمسين مرة فكان صعب قوي التجربة الأولى يعني ما أنا هو بقولي يعني صديقه يقولي اللي بصوره أنت الآن من إيه لو مش عاجبك هنمسحه بالذب أقول له الكاميرا لها رهب أقول لي يا ابني إحنا بنصور بالموبايل هو أول مرة أصعب مرة بس والحمد لله نجحت يعني الفكرة وبقينا نحطه كده على الفيسبوك على صفحة حتى صاحبي ما كنتش لسه عملت كمان المماليك وبدأت بقى مع الوقت أنزل لقيت بيهجب أصدقائنا والناس بتقول صور تاني وبيشجعوني فصورت كتير لغاية ما المشاهدات الحمد لله أنا وصلت بالملايين وصلت ناس كتير جدا ما شاء الله أنا شوفت منها حاجات طبعا طب إيه اللي خلاك تسميها المماليك رغم أن مصر كانت مثلا عاصمة للدولة الفاطمية في وقت من الأوقات وتأثرنا بالبعداتهم وبتقالدهم وبالفنوس وبالكحك وأكلهم وكل حاجة ليه سميتها المماليك؟ هو مش هنقارن يعني لو هنقارن عن ما بين الفاطمين هو الفاطمين فعلا كانوا عاصمة خلافة وقعدوا أكتر من 200 سنة كذلك المماليك قعدوا 267 سنة بس أنا جيت أختار كلمة واحدة يعني أنا جيت قلت هسميها الأثار الإسلامية حتى أفكر أنا قلت أنا عايز كلمة واحدة لا يا المماليك تشد أكتر الحقيقة أه يعني أنا فكرت بالمناسبة أنا فكرت في كذا حاجة وبعدنا استقرت على المماليك وزايد أن أنا أصلا بحبهم يعني أنا بحب الدولة دي بحب أثارها وعمارتها وهم أكتر يعني أكتر دولة في مصر ثابت أثار من الناحية حتى المعمارية ومن الناحية الفنية والتحف المنقولة والتطبيقية وموجودة في كل متاحة في العالم لأن فترتهم كانت كبيرة ودولتهم كانت قوية ويعتبر هي في العصور الوسطى هي يعني أقرب لنا شوية من الفاطمين الفاطمين كانوا قابلوهم قبل المماليك يعني الفاطمين من 969 المماليك من 1250 فقابلوهم بحوالي 300 سنة الفاطمين فالمماليك فترتهم طولت كانوا حتى الحاجات اللي احنا بنشوفها برضو في القاهرة النهاردة لو شوفنا وجهة القاهرة الإسلامية نفسها بتبقى مملكية حتى لما حضرتك تقولي شارع المعز ده ده فاطم الفاطمين اللي عملوه اسم المعز ده خليفة فاطم لكن غالبية الأثار اللي موجودة فيه والمنظر نفسه والأيكونات اللي في شارع المعز مملوكي الشارع المعز ليه مدخلين تمام فيه المدخل المتعرف عليه من الأزهر مش كده من الحسين عن سيدنا الحسين ده فاطمي صح؟ هو المدخل لو تقصد البوابة بتاعت البوابة بالزبط البوابة هو باب زولة وباب الفتوح مظبوط لأن شارع المعز هو الشارع الأعظم الكهرة الفاطمية وبيبتدي بباب وبنتيه بباب البابين دول فاطم يعني مازالوا موجودين من العصر الفاطمية من أيام بدر الجمالي المبنى مازال موجود لغاية النهار ده لأن أي مدينة كان بيبقى فيها شارع أعظم شارع يشق المدينة كلها من شمالها الجنوب الميزة في الكهرة الفاطمية إن الشارع ده مازال موجود من سنة 3850 هجري 969 ميلادي اللي هو كان قصبت الكهرة أو الشارع الأعظم اللي هو شارع المعز النهار ده لكن احنا نقدر ندخل بقى من شارع المعز الناس بتروح تتماشى فيه وتعمل مشترات وخلاص لكن الحقيقة هو فيه مستشفى فاكر فيه مستشفى كان بيحط فيه مستشفى الأمراض العقلية اللي عندهم مشاكل النقلية بمرستان المنصور اللي هو القلوون جوامع مختلفة جدا من كل العصور من كل العصور فيها حمام حمام إنال بالزبط أصر بشتاك بالزبط ومتنوع يعني كل العصور ومتنوع الميزة اللي في المعز ده اللي هي فعلا إنه هو كل العصور من العصر الفاطمي فاطمي أيوبي مملوكي بحري وجركسي عثماني أسرة محمد علي يعني لغاية العصر حديث لغاية ما الخدوة إسماعيل بقى قرر إن هو يسيب المنطقة القديمة دي كلها اللي هي الخدوة إسماعيل أصلا تولد في الجمالية يعني على بعض أمطار من شرع المعزة محمد علي لما جي يعمل أسبلة صدق أجاري على روح ولاده اللي اتنين اللي هما أسبلة جمع سبيل يا جماعة جمع سبيل سبيل اللي هو المية لابنه إسماعيل اللي مات محروه في السودان وابنه طوصن اللي مات بيقولوه في الحروب الوهابية أو مات بالطعون عملهم في شرع المعزة لغاية ما الخدوة إسماعيل قرر إن هو يروح في الغرب من المدينة الأديمة من القهارة الفاطمية ويعمل قهارة الخدوية لها النهاردة مدينة الإسماعيلية مدينة التحرير ومنطقة وسط البلد فشرع المعزة كان مهم جدا لغاية عصر الخدوة إسماعيل سنتر طلع منه كل الحاجات بزرط يوسف أنت خريج أثار الأثار عزرا بجاهلي اللي بيدرسوا أثار هل جوه الجامعة في تخصصات يعني في أثار تخصص أثار إسلامية في أثار مصري قديم كده ولا بتدرسوا كل الأثار بشكل عام لا لا فيه تخصص دقيق دلوقتي يعني هو ده بالمناسبة من أيام ما كان مفيش كلية أثار لما كانت كلية الأداب جامعة القاهرة يعني هي قسم الأثار الإسلامية والأثار المصريية بئه أثار يوناني وروماني وفيه قسم رابع بالترميل todavía لديها 4 أقسام دلوقتي كلية الأثار بس أنت إحنا بندرس في الأول كله وبعد كده بنتخصص فأنا قررت أن أتخصص إسلام أنت اللي بتخترت تخصص إيه؟ أنا اللي اخترته هو بيبقى فيه تنسيق داخلي ساعات فيه ناس بتدخل غزب عنها علشان مجموعها ما جبلهاش هو المصري أكبر مجموع لأنه بيعتمد على درجة في اللغة وبيعتمد على درجة أعلى في التنسيق يعني ففيه ناس بتروح إسلامي مجبرة أنا كان لها حتى المجموع بتاع مصري يعني كنت قادر أن أدخله بس دخلت إسلامي لأن أنا حابب الإسلام حابب واضح جدا حتى كان فيه يعني أصدقائي وإخواتي يقول لي يعني أنت هتشتغل إيه؟ يعني هتعمل إيه؟ يعني لو أنت يعني أثار إسلامي يعني نعرف إن أية كلية لها شغلها إحنا عارفين كله كلات التانية وللنسموه كلات القمة إنما أثار إسلامي ده هتشتغل فيه بالظبط ويعني أثار إسلامي وهم نفسهم ما كانوش فاهمين لكن أنا كنت حابب المجال ده والحمد لله لأنا دخلته والحمد لله لأنا درسته طيب يا يوسف أنت أنا ملاحظة في القناة بتاعتك أنك مركز على الأثار الإسلامية جوه القاهرة رغم أن إحنا عندنا أثار إسلامية متنوعة في ربوع مصر كلها من المينيا الفين لفين فليه أنت لسه ولا لسه في خطتك أنك تروح المحافظات الأخرى؟ هو مش في خطتك بس أن أروح المحافظات يعني في خطتك أن أخلص مصر كلها وبعد جاءة الأثار الإسلامية ده موجودة في العالم كله يعني دي فيها ميزة يعني لو إحنا بنقول الأثار المصرية القديمة دي مش موجودة الله في مصر أو بعض الحاجات اللي متاحف التخرج في المتاحف التاني بالظبط إنما الأثار الإسلامية دي موجودة في دول شمال أفريقيا كلها يعني أي دولة إسلامية فيها أثار إسلامية موجودة في دول الأسيوية اللي هي وسط أسيا بس إحنا بقى نركز في مصر برد كلها الأول إحنا مركزين في مصر الأول فأنا لسه ما خلصتش القاهرة أصلا يعني أنا مركز وإن كان دي مشكلة وداعب عندي دلوقتي إن أنا فعلا لازم يعني ناس كتير يقولوا دي ما تيجي تصغير عندنا في إسكندرية ما إحنا لدينا نصيب برضو الأثار الإسلامية موجودة في القاهرة وفي إسكندرية وفي رشيد وفي فوة في المانيا وفي أسر موجودة في مصر كلها لأنها لها علاقة بالدين بس هي المركزية لأن كل الدول اللي حكمت كان مكررها القاهرة فأنا لسه أصلا ما خلصش القاهرة فعلا ما خلص القاهرة هطلع بره القاهرة لمحافظات نخلص مصر بعد كده بقى نشوف من يعني من جوالاتك الكتير اللي حتى بالوقتي للأسف الشديد بيبقى فيه بعض الأثار المهملة إيه أكتر مكان زعلت عليه وإنت بتصوره نتيجة الإهمال نتيجة الإهمال يعني ده كتير يعني بس منها مثلا مجبرة العز بن عبد السلام وناس كتير من بره مصر وتطوعوا إنه هم يرمموا على حسابه بس يعني دلوقتي حاليا مثلا برضو كان مكان زي جبخانة محمد علي اللي هو مغزن والفيديو ده عامل مشاهدات بالملايين ويعتبر هو لشهرني يعني مغزن البرود بتاع محمد علي اللي عامله في منطقة سطاب العنطر هو قريب من الطريق الدائري ده الأماكن دي دلوقتي مؤخرا ويحمد الله يتطوروها فيها تطوير دلوقتي ابتدوا إنه هم يعني الدولة تاخد بالها أمش أقول بسبب الفيديوهات بتاعتنا يعني أنا جيت متأخر خالص بس بدأ يبقى فيه صحوة بالأماكن دي إن فعلا الأثار الستمامة مش المعز بس يعني إحنا عندنا شارع الضرب الأحمر وباب الوزير ده يعتبر أنا في وجهة نظر أنا ما يقلش كوة وجمال عن شارع المعز بس محتاج المشروع اللي يتعمل في شارع المعز ونجح ده ممكن يتعمل يبقى فيه عندنا خط تاني شارع تاني غير عندنا شارع الصليبة ومنطقة ابن طلون بس يقولوا صعب إنه احنا نقفل إن العربيات متعديش من الشارع ده لازم يكون فيه خطط مرورية بديلة يمكن لما العاصمة الجديدة تشتغل والزحمة تخف شوية من القاهرة يمكن يكون لها شكل تاني فأنا شايف إن التجربة اللي تعمل في شارع المعز ممكن تنجح في أماكن تانية بسهولة خالص إنما الحاجات اللي هي المهملة يعني مؤخرا يعني الحمد لله إنه هم بدأوا يبصوا لها بدأت تترمم بدأ يبقى فيه اهتمام زايد بالأصد حاصل يعني بتقدر دلوقتي صور مجرى العيون بالضبط والمطقة اللي حواليها أنا سعيدة وفخورة باللي بيحصل دلوقتي بس إحنا كمان كشعب لازم نعرف أهمية الآثار دي لنا وقد إيه مهمة إنها ممكن تدخلنا دخل كبير جدا بالعملة الصعبة المفروض هو أو حتى إن المكان يكون نظيف ده مش محتاج إن أنا أكون يعني مش هبص للأصر إنه هو يدخل عملة صعبة أساني عندي مبدأ ما نوسخش عشان ما نتعبش في النظاف الناس اللي بترمي سجاير في مصر كلها على فكرة واللي بترمي حاجات من العربيات واللي بتبقى وقفة في وسط الأصر وتشرب حاجة ما يصحش يا كمان يعني دي حاجات بديهية جدا طب يوسف هل أنت حاسس بالفيديوهات اللي عملتها دي إنك ساهمت وأثرت في اهتمام الشباب بالأثار الإسلامية أكيد يعني من الرسائل ومن الناس اللي بتشوفني في الشارع ومن الناس اللي بتتكلمني ومن الناس اللي بتقول لي تعالى صور عندنا أو يعني كنت قريب في دولة بر مصر الناس بمجرد ما عرفت إن أنا موجود كنت راح تفرج على ماتش الزمالك فكمية الرسائل اللي جات لأنا إزاي الناس دي بر مصر وعرفاني فكلهم قالوا لي أنا روحت مثلا ده في البلد دي يعني باكل كنافة كده نابلسية فلقيت الرجل مرضاش ياخد فلوس قال لي أنا بتفرج عليه فدي حاجة أسعدتني جدا طبعا مش إن أنا بقيت مشهور أو إن حد إن رسالتك وصلت بالضبط أنا أخدتها كرسالة وعايز أكمل فيها وإن ده هياخد عمر كله يعني أنا لسه عني 30 سنة أنا شايف إن ده هيفضل معايا لغاية ما موت يعني مش هموت قال لي إذا كملت ده إن أنا أسيب ده لكل الأجيال اللي جاية يعني عندنا كتب كتير جدا حضرتك تروح أي مكتبة عندنا إحنا يعني أم الطباعة والترجمة والكتب عندنا في مصر والمكتبات ودر الوسائق ودر الكتب عندنا كتب عظيمة نقدر نجيب أي معلومة عن أي بس مين النهاردة؟ لو أنا أديت لحضرتك ورقة ورقتين لا ما حالش عادوا يمسك ورقة هتقريهم أقولك ده السلطان حسن في ورقتين قريهم ولا تتفرج على فيديو لا تتفرج على فيديو ربع ساعة وهيسيب أثر وهرجع له تاني لما أنا كتير في فيديوهات بسايفها بعمل لها سيف علشان لما حب أرجع لها تاني احنا النهاردة بنتفرج على الأفلام القديمة علشان نشوف شكل وكهرة زماني دي حقيقة يعني بتبقى يوسف أنا أنت محتاج حلقات وحلقات والحقيقة تشرفتني وأنا سعيدة إن في شاب زيك ويريد كل الشباب يهتموا بمصر وبأثرها الإسلامية والغير إسلامية ويا رب تحقق كل أحلامك والفيديوهات تعمل معاك شغل أكتر وأكتر للأسف الوقت الحلو بيخلص بسرعة ودلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل فقراتنا استنونا